السلام عليكم ورحمة الله نتمنى إن شاء الله تكونوا لكلكم في أحسن حال رجعت لكم اليوم في فيديو جديد اليوم إن شاء الله باش نحضروا أكلة تقليدية معروفة في دول كثيرة وخاصة دول المغرب العربي اليوم باش نحضروا الكسكسي بالقديد الأكلة هذية يحضرها في فصل الشيتي ويحضرها أيضا في رأس السنة الهجرية فما عاد في تونس يحضروا الكسكسي بالقديد في رأس السنة الهجرية ويكون فيه الحمص والفول ويكون أيضا بالقديد متع الحم الراس إن شاء الله تو نشارك معاكم وصفة الكسكسي بالقديد متع الحم الراس اليوم باش نحضروا بالقديد العادي طريقة سهلة والكسكسي يجيب نين روعة نتمنى إن شاء الله هالفيديو ينال إعجابكم إن شاء الله الناس اللي تشاهد القناة أول مرة تشتركوا معايا وتوا نتعديوا باش نشوفوا الوصفة متاعنا وتوا باش نبدأوا باسم الله لهنا كما تشوفوا عندي كمية بالقديد وعندي أيضا حبة متعوس بين شايح أو كرديس تو نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف باش تتعرفوا على طريقة التحذير وتنجموا تكتب فيه فقط بالقديد راهو يعطي يعني نفس النتيجة ويجي الكسكسي بنين رائع وتوا إن شاء الله كما قلت لكم في الفيديو الجاي نشارك معاكم الكسكسي بالقديد متع الحم الراس للناس اللي ما يعرفوشي كسكسي بنين ويعملوه خاصة في رأس السنة الهجرية لهنا كما تشوفوا صبيت عليه كمية من الماء الساخن باش القديد متعنا يطرى شوية وأول حاجة لهنا نخذي تزوز حبة متع بصر الكبار قطعتهم إلى شرائح باش نضيف عليهم كمية من زيت النباتي تقريبا 3 ملاعق متع أكل ونحطوا معاهم أكل كمية متع القديد والحبة ذيكة متع الكرديس بنسبة للعصبين الشيح إذا كان ما عندكمش تستغنوا عليه وتكتفيه فقط بالقديد العادي وفي الأصل هو يكون بالقديد متع الحم الراس وتقريبا باش نقليوهم شوية لبصل والقديد بالنسبة للماء هذيكة اللي نقعنا فيه القديد باش نخليوه نستحفظو به من بعد باش نستعملوه نمرقو به المرقم متع الكسكسي لهنا يتوا كما تشوفوا اللبصل والقديد تقليو باش نضيف عليهم كمية من الطماطم بالنسبة ليا أنا استعملت عصير الطماطم استعملت لهنا 400 ميليليتر تقريبا المرقم متع الكسكسي هذي باش نستعملوها لارطل الكسكسي واذا كان باش تستعملو الطماطم المرقزة اتوليو تستعملو زوز ملايق متع أكل من الطماطم المرقزة تو باش نحرك المكونات هذو ما نخليو شوية كالطمات مذيكة تتقلى معاهم وباش نوريكم الحاجات اللي باش نفوح بيهم الكسكسي لهنا اول حاجة عندي ملعقة متع قهوة من الهريسة العربي هذي تقعد اختيارية على حسب الموجود عندكم وعندي ايضا ملعقة متع كركم عندي ملعقة من الفلفل الأحمر شوية من الفلفل الأبيض شوية من الزنجبيل ملعقة متع قهوة وملعقة متع قهوة من التابل هذو ما هما الحاجات اللي باش نفوح بهم الكسكسي باش نحطهم مباشرة ونخليو الخليطة ذاية يتقلل كله شوية مع بعضه ومن بعد باش نمرقو باك الماء اللي نقعنا فيه القديد بنسبة للملح محطيتش على خاطر كما تعرفوا القديد يكون مالح والماء هذيكة ايضا يسيب فيه الملوحية هذيكة عليش تردوا بالكم باش ميجيكمش للمرقة متاع الكسكسي مالحة لهنيتا وبعد ما تقللوا المكونتها ذو ما باش نضيفوا عليهم الحمص لمرقد في الماء هذيكة حمص كونجولي وباش نضيف عليهم ايضا الفول الشايح اللي ايضا هو مرقد في الماء واستحفظ بيه في المجمد بالنسبة للكسكسي هذيكة مجيش فيه الخضرة يجي فيه فقط كان الحمص والفول وتوا باش نمرقو بك الماء هذيكة اللي نقعنا فيه القديد بالنسبة للماء هذيكة ماذا بيكم تستعملوها على خطر البنة الكل فيه هو ولفحات اللي كانت في القديد ايضا يعني سيبها في الماء هذيكة فقط تردوا بالكم على الملح توا باش نخليوا المكونت هذو ما يغليوا وبنتعدى ونحضروا الكسكسي هذي هو توا الكسكسي متاعنا استعملت الكسكسي اللي تباع حاضر تقريبا 400 جرام حطيت عليهم شوية ملح باش نضيف عليهم ملعقة من زيت النباتي وباش ننخلطوا المكونت هذو ما ومن بعد باش نصبوا عليه الماء سخون نفس الطريقة اللي تعاودتوا بها ديما معايا هذيكة هي من بدل هاش هذي هو توا الكسكسي متاعنا بعد ما دخلنا فيه شوية ملحو زيت باش نصبوا له كمية من الماء الساخن بالنسبة للطريقة هذي راهي ناجحة والطريقة المعتمدة عندي اتخليوه يرتاح خمسة ولا عشرة دقايق من بعد ترجع تحلوه عبارة فورتوه تفويرا يكون يعني طري ويكون كل كعبة وحدها تزيدوا تفوروه تفويرتين اخرين يجيكم يعني ما شاء الله ناجح ومزيان ما يكونش لمعجن ولا نين هذي هو توا الكسكسي متاعنا بعد محليتون تحصلوا عليه بشكل هذي يكون كل حبة وحدها ما يكونش معجن وطريقة ناجحة ويعني ومزيانة مية بالمية بالنسبة للسر الوحيد يجبكم كيف تحطوا الكسكسي فيه لول تحطوه في معون صغير بشككة الكمية متاع المية اللي تصبوها عليه يعني تكون كمية قليلة قد ما يتشربها الكسكسي ما يكونش محطوط في معون واسع مثلا كما اللي تشوفوا في هذية طبسي لهذية وإلا يكون في قصعة كبيرة توليه وتجيه وتصبه يعني كمية كبيرة من المية وهذاك يخليه يعجن وما تنجحش معاكم الطريقة تول الكسكسي بش نحطوه يتفور في راحتو يلزمنا نفوروه مرتين على كلمرقة متاع الكسكسي هذية هو الكسكسي متاعنا بعد ما تفور التفوير اللولة بش نضيف اللولة هنا شوية من السمن الحر بالنسبة لطريقة تحضير السمن نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف سبقوا شاركتها معاكم طريقة سهلة مهلة والناس اللي ما عندهج السمن تنجموا تعاوضوا بشوية زبدة حيوانية ملعقة صغيرة تقريبا متاع قهوة أو أقل تولى هنا بش نحل الكمية ذي قمتاع السمن في الكسكسي ونعاود الرجعو يتفور التفوير الثانية من غير ما نضيفوله بالماء هذية المرقة متاع الكسكسي متاعنا قريب تحضر القديد والحمص والفول قريب يتيبو بش نرجع الكسكسي تاو يتفور المرة الثانية تقريبا حتى ل 15 دقيقة ونوريه لكم إن شاء الله في طبقة تقديم هذية هو تاو الكسكسي حضر اللي هنا كما تشوفوا صبيت المرقة في الكسكيس بش صفيتك الحمص والفول وهذية الكمية متاع المرقة تاو بش نخلطوا بها الكسكسي متاعنا ونكمل إن شاء الله تاو نزينه ومن بعد نوريه لكم هذيك الكمية متاع القديد والحمص والفول هذية هو تاو الكسكسي بعد ما خلطوا بالمرقة حتي تكسحنا ذيكا في الوسط بش نحط فيه الكمية متاع القديد ونكمل إن شاء الله تاو نزينه ونوريه لكم في المشهد النهائي هذية هي النتيجة النهائية متاع الكسكسي متاعنا كما تشوفوا زي أنتوا بالشكل هذية الزينة تقعد اختيارية والكسكسي هذية راه طريقة الطعيم تختلف من جهة الجهة وفما شكوني طيبوها أصفر والنجم زينه بالبيض المسلوق في الماء والنجم زينه بالحلوة يعني الكسكسي متاع رأس السهلة السنة الهجرية يعني يحتفلوا بها يعملوا له كسكسي مزيين ويكونوا بنين في الطعام متاعه إن شاء الله تو نشارك معاكم الكسكسي بالقديد متاع الحم الراس على قريب ونتمنى الفيديو هذية نيل إعجابكم إن شاء الله تجربوا الطريقة وتنجحلكم إذا كان عندكم أي ملاحظة أو تساؤل خليوا ليفتع عليكم تاعكم وآخر حاجة نقولوا الحمد لله الذي أطعمنا وصقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كافية له ولا مؤوي إن شاء الله رب يدوم علينا وعليكم النعمة نتقابلوا إن شاء الله في الفيديو الجاي ونقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا 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 اشتركوا في القناة